اشتركوا في القناة كل ما تصعب ربنا يصعبها وعليك أنت أول واحد في اختياراتك في الحياة نسافر اسكندرية بكذا ولا نسافر الساعة كذا إيه الأسهل للعيلة إنما الحقيقة القصة اللي أنا هححكيها النهاردة أكبر من كده شوية قصة الجواز تضيئيها على بنتك طبوز الجوازة تسهليها ربنا يفارك في الجوازة إيه الحكاية الحكاية كان لها صديق اسمه ياسر ياسر بيكلمني بيقول لي أرجوك ساعدني أبويا عمل معي مشكلة ليه عم ياسر أبويا في بنت بحبها جدا ومتعلق بيها جدا وأخلاقها حلوة جدا وعايز تجاوزها وأبويا رافض ليه أبوك رافض لأنها عايشة في أسبانيا طب وهي مستعدة تيجي مصر أه مستعدة تيجي مصر بس هو أبويا خايف يحسن في يوم الأيام هي تاخدني ونروح أسبانيا ونعيش هناك ونبعد عن مصر طب انت ليك إخوات ياسر ليه أربعة إخوات طب ليه يعني طب يمكن الولد معترض على عائلتها طب يمكن في حاجة مش عاجبها في أخلاق البنت رائعة هو بيقول لي كده ليه بندايق على اتنين يحبوا بعض إن إحنا ليه ندايق عليهم كده فقلت له طب ممكن أكلم والدك ياسر فكلمت والده وقلت له حضارك أنا أحكي لك حكاية حصلت معي هو كان شاب ساكن في الشيخ زايد اسمه أشرف وهي كانت ساكنة في التجمع فهو شقيته في الشيخ زايد فراح يتجوز فأمها قالت له لأ أنت تيجي تسكن عندنا في التجمع أنا عايزة بنتي جنبي يا سيدي ساهلين لاحظك أنا شقيقي في الشيخ زايد مش حقدر أروح أسكن في التجمع قالت له لا لا يمكن بنتي تفضل جنبي وبازو تتجوزها صعبتها على بنتها والبنت كان نفسها تتجوزها وبازو تتجوزها ومجوزوش وجوزتها في الآخر واحد ساكن في التجمع في نفس الشرع اللي هما ساكنين فيه عشان تبقى بنتها في حضنها وتجوزوا فعلا الحمد لله وبعد ما تجوزوا بشهر جات له بعسل كندا عشان يروح يعمل دكتوراه في كندا خد البنت وطلعوا كندا ليه دايقتيها الشيخ زايد أقرب من كندا بكتير دايقها ربنا يدايقها عليك وساوا على ولادكم ما تبوزوش جوازات ولادكم وبناتكم علشان التديق على حاجات تبوز الجوازة سيبوا الناس سهلوها في المهر سهلوها في الشقة سهلوها في التعامل سهلوها في المؤخر سهلوا الجوازة ربنا يبارك فيها وسهلها صعبوها ربنا يضيق علينا متعندوش كده يا جماعة ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أي سرعهما بسمة أمل لللي يسهل على بنات وجوزهم بسمة أمل لللي يسهل على الناس الحياة إيه رأيكم في الفكرة دي ممكن تعيش بالقاعدة دي سهلها ربنا يسهلها صعبها ربنا يصعبها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله